دكتور علاء يمكن ده وضعنا وزي ما قال دكتور هشام وحضرتك القلب واللوكيميا وان فيه افاق اخرى وامال اخرى المستوى العالمي بقى في التقدم للعلاج بالخلال الجزائية وصل تقريبا لحد فيه يعني عشان اقول لحضرك الكلام ده لازم برضو نبين حاجتين ايه هي مصادر الخلال الجزائية الخلال الجزائية لها عديد من المصادر يئما خلال الجزائية جنينية وهنتكلم يعني ايه جنينية او خلال جزائية بتاخد من الحبل السوري زي ما قال دكتوره هشام او خلالج الجزائية بتاخد من الاجنة او خلالج جزائية بتاخد من الانسان الادلت الكبير البالد فإذا دي مصادر مختلفة للخلال الجزائية على مستوى العالم الكلام على الخلاج الجزائية اللي بتتاخد من اللي هي الجنينية اللي هي الامبريونيك طبعا عليها جدل كتير جدا وكان قبل ما ايجي أوباما كان الابحاث في هذا المجال مقفولة تماما خوفا من الاستغلال السيء لهذا الكلام بعد كده اللي حصل اني امريكا بدأت تحط القوانين اللي هي هتسمح بسماء الخلاج الجزائية الجنينية بشروط محددة الشريحة دي هي بتبين وظيفة الخلاج الجزائية وهي بتقدي وظيفتين زي ما حدك شايفة ان هي القدرة على التكاثر وبعد كده القدرة على التحور ونقدر احنا نحورها الى اي حاجة احنا عايزينا ممكن احورها خلاجة شبيهة بخلاجة الكبد خلاجة شبيهة بخلاجة الاعصاب خلاجة شبيهة باي خلاجة انا عايزة عملها ده اعتمادا على المواد اللي انا بزرع فيها الخلاجة دي فدي نقطة هنا بقى بيبان الخلاجة الجنينية والخلاجة الجنينية بتيجي ازاي الخلاجة الجنينية بتيجي ازاي طبعا التلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة بيؤدي الى ظهور البويضة الملقحة تبدأ يحصل فيها بداية الجنين الصغير في الفترة اللي هي في حدود السبع ايام هو دي الفترة اللي ممكن يتاخد منها اللي وجاملها بعد دكتور هشان لا لا دكتور هشان ما بماشي دي عشان بس خش السجن خش السجن حضرتك الفاكرة كلها ان ده امريكا كانوا يجيبوا وعملوا اطفال انابيب فيتعمل جنين ياخدوا الجنين دايما وتوه وياخدوا الخلاج الجزعي اللي فيه اه لا لا كده السجن على طول هي دي اللي اتعامل منها النعجة دولي وهي دي اللي قدروا يعملها منها كلونيجي اه لا 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 مهمه بتشتبه دي بالحوم بقوللي حضرك دي لكن القانون الجديد اللي بدعوا اللي بدعوا يحطوه في امريكا واللي بدعوا يسمحوا فيه ان التلقيح خارج الرحم اللي هو اطفال الانابيب انت عارف حضرك السيدات اللي بيتعملهم اطفال الانابيب بيتخذ منهم اكتر من بويضة وبيتم تلقح وبيتخذ من العدد الكبير من البويضات دي عدد صغير بيبقى يتم زرعه في الرحم بتاع الام بيتبقى شوية الشوية دول بيحتفظوا بيهم في البنك تمام؟ طيب لو الست حملت الحمد لله بقتها مش محتاجة دول المفروض دول يتم التخلص منهم فالقانون سمح ان دول بدل ما تتخلص منهم يتم استخدامهم في الابحاث بشرط ان الام تبقى موافقة وكتبة اقرار على نفسها بيازة والاب كمان وتبقى معروف ايه الابحاث اللي هتجرى على على السمال هذه الخلايا وتبقى عارفين النوع الابحاث اللي هيتتم على هذه الخلايا فاذا اتحط ضوابط كتيرة جدا في هذا الوضوع عشان انتو كات الشورتي احنا هنا في مصر ممنوع عندنا استعمال الخلايا الجزعية الجنينية في الابحاث طيب ايه المصادر الاخرى على ما يحتمى يدوف برده متعارف احنا عندنا فرق سنوات ضوئية مع العالم لا 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 خالص بالعكس احنا ما عندناش هذه السنوات زي ما حضرت احنا تفكرنا ماشي معاهم وزي ما هو احنا ينتقس عندنا بعض الامكانيات لكن احنا بنعمل عمليات هنا عملنا عمليات كتيرة في زرق الخلايا احنا عندنا في طب عين شمس يعني مسؤول عن هذا عندنا وحدة لأبحاث الخلايا الجزعية مش للعلاج وعندنا حوالي 15 طالب يلا عمل لها ابحاث طبعا ابحاث ما هو كل شيء يبدأ بالأبحاث لكن احنا مبتدناش العلاج ده في جزء نجح وفي جزء ما نجحش وفي جزء احنا بنعدله ولكن احنا مبتديني لأبحاث وابتديني لأبحاث في تفكة المجالات لا فيه فن معلاج في علاج مبتشر جدا لسرطانات الدم كل حالات سرطانات الدم من الخلايا الجزعية محد ناصر شغال الخاصة مستشفى الطب العالمي كل ده بيشتغل زراعة نخيع من الخلايا الجزعية بأنه اكتر من 10 سنين وكم الحالات اللي نجحت بسم الله ما شاء الله ده بقى السؤال يا دكتور هنا المشكلة فين هنجيب منين خلايا جزعية متوافقة مع الشخص اللي عنده سرطان في الدم احنا كان لنا احد اصدقائنا جاله سرطان في الدم كان محتاج خلايا جزعية للعلاج بيها فيه كل بني قدم فيه بصمة وراسية ماينفعش ااخد خلايا جزعية من اي حد غير لما تبقى بصمته متوافقة لبصمته دي واحد لمليون فهذا الشاب دور في مصر وفي امريكا وفي انجلترا وفي فرنسا واحنا لمينا اصحابنا كلنا وروحنا فوق الخمس تلف واحد عشان نطبق بصمتنا بمصمته عشان نديله خلايا جزعية قعدنا سنتين ما لقناش خلايا جزعية والولد توفى فمن هنا قلنا يبقى احنا نحمي الاجيال اللي جاية ونشلهم خلايا جزعية عشان ما نخشش دي كانت بتايد فكرة البنك دي كانت بداية فكرة البنك نحنا نخشش في موال ان احنا ندور على البصمات المطابقة ودين السامها بتبقى ضعيفة جدا وما لا يجد بيتم في المستشفى دلوقتي لما بنلاقي بالصدفة واحد متوافق مع اللي محتاج بناخده بنعالج بي وتم حالات زراعة النخاع يعني انا هقول احسامي او دكتور حسام كامر رئيس جامعة القاهرة من اول الناس اللي ابتدت زراعة النخاع دكتور علاء الحداد في مجال الاطفال في محض ناصر حالات لا تنتهي من زراعة النخاع ناجحة جدا فالابليكيشن او استخدامات خلايا جزايا في مصر المصرح بيها عالميا موجودة اما الغير مصرح بيها عالميا فهي غير موجودة وكمان المجال البحثي هل احنا عدم وجود بنوك لخلايا جزاية في مصر هل ده بيعطل عملية العلاج بالخلايا الجزاية عن العالم كله عن باية العالم لان عشان اعالج حد بخلايا جزاية لازم تبقى الخلايا الجزاية متوافقة معاه فعشان يبقى عندي توافق لازم يبقى عندي حاجة اسمها داتا بيز يعني حيك لو دخلت على بنك خلايا جزاية في امريكا هتلاقي فوق الستة مليون بصمة مختلفة المريض بيدخل بصمته اول لما بيلاقوا ماتش بيدولوا الخلايا جزاية تعالج بيها باك الخلايا جزاية من امريكا تمانها 25000 دولار ف احنا هنا ما عندناش دا لكن هم فاتحين باب يعني هل الخلايا جزاية تتخذها حبر يعني عبر الدم بقى قانون ان في امريكا اف اوروبا اي طفل بيتولد من النخاع من النخاع دي بتوقيش عمليات خطيرة خالص خالص زيها زي كأني بتبرع بكيز دم اه من النخاع العظمي مش من النخاع العظمي ان النخاع العظم عظم ده مجرد فهي لا يوجد خطر على متبرع ولا ينتقس من بيسمه حاجة والكمية اللي تبرع بيها بعد 24 ساعة بتكون رجعت مكانها تاني فلا ضرر زيها زي تبرع بتتجدد بتتجدد مرة تاني بس في مصر محدش بيتبرع غير لما يكون فيه حالة معينة عايزة تتعالج لان فيش بنك يتحفز فيه دلوقتي فيه بنك خاص بس لسه البلد محتاجة اكتر واكتر وقت احنا املنا في الخاص طول الوقت مشكلتنا في التشريع يعني في المطقة دي خلاص تم التشريع وتم القبول وتم فتح المجال لأي حد النهاردة عايز يفتح بنك طيب احنا معانا تليفونات من الناس يعني عايزة تسأل معانا لأستاذ صلاح من الإمارات اتفضل أستاذ صلاح السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت تسأله للدكتور علاء سمعنا من قرأت هنا في مجلة او على موقف النت من الخلايا الجزعية دي بعد فترة بتتحور بتلقى خلايا سرطانية وبالسبب السرطان هل الكلام دي فعلا صحيح ولا لا يعني لو الخلايا جزعية متاخدة من النخاء العظمي تحورها لخلايا سرطانية ده بيقى صعبة جدا لكن الخلايا الجنينية احتمالات تحورها لخلايا سرطانية وارد وده بتعمله بقى ايه ما هو عشان كده هو طبعا عشان كده هو فيطور الابحاث ومحتاجين زي ما قلت لحضرتك انه هنقعد فترة اطول نتابع المرضى اللي خدوا العلاجات دي اسناء الابحاث علشان نتطمن انه مش هابه فيه اي ضرر على الانسان اللي خد هزي الخلايا لكن الخلايا اللي متاخدة من نفس الانسان اتضرر فيها اقل كثيرا كثيرا اه لو من نفس البنك هنا مفيش مشاكل لا لا هو الخلايا جنينية اصلاح حضرتك دي اجنة بنموتها وبناخد خلايا الجزاية فدا اصلا يعني في مصر او حتى في امريكا كانت وقف دي حياة في الاخر دي روح بتموتها ولا لا فالجنينية كده ولا كده في الوقت الحالي مش ماشية في الدنيا كلها ايه